السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعنا طبعا نعرف اللوز بمذاقه الطيب سواء قمنا بأكله على شكل مكسرات تضاف إلى الطعام أو على شكل موالح لذيذة تعد منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من أول المناطق التي اكتشفت ثمرة اللوز استخدمته في الطعام لتضيف المذاق المميز له ولكن ماذا لو قمنا بنقع اللوز بقشوره في الماء لمدة ليلة كاملة ثم قمنا بأكله في الصباح على الريق بالتأكيد سوف نحصر على فوائد كثيرة وذلك لأن الفيتامينات والمعادن تصبح أكثر قابلية للانتصاص فوائد أكل اللوز المنقوع يسهم اللوز المنقوع في تقوية العظام ويمنحك مفاصل سليمة وذلك طبعا لاحتوائه على الكالسوم والمغنيسيوم أي يحمي الجسم من مرض هشاشة العظام يدعم اللوز جهاز المناعة في الجسم لأنه يعمل على تخليص الجسم من البكتيريا والجراثيم التي قد تهاجم الجسم أي يمنع خطر الإصابة بالأمراض يساعد اللوز في تحسين عملية الهضم ويحمي الجهاز الهضمي من الأمراض الشائعة كالإمساك والإسهال وتشنج القولون كذلك يساعد أكل اللوز في التخلص من الديدان والغازات المتراكمة في البطن يقوم اللوز بخفض مستويات الكوليسترول في الدم أي أن اللوز يعزل صحة القلب كما أنه يقوم بمنع تجلطات الدم ومنع تصلب السرعي يعد اللوز غداء غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتجعل الجسم أكثر مقاومة لمرض السلطان يحتوي اللوز على فيتامينات عديدة وخاصة فيتامين بي وعلى مواد وعناصر غدائية مهمة مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم وهذه العناصر المجتمعة في حبات اللوز تسهم في توازن بغض الدم وتساعد في إدرال البول يعتبر اللوز وجبة مثالية لمرضاء السكري لأنه يحافظ على مستوى السكر في الدم بالإضافة إلى أنه يساعد في تقوية النظر وتحسين الرؤية من فوائد تناول اللوز المنقوعة على الريق أنه يساعد في عملية التخسيس والتخلص من الوزن الزائد فهو يمنح الجسم الشعور بالشبع اللوز له دور كبير في تحسين المزاج وتغيير الحالة النفسية بل يعتبر اللوز مساعدا كبيرا في زيادة القدرة عند الرجال يحتوي اللوز على حمض الفوليك المفيد جدا للحوامل لذا ينصح الأطباء عادة الحوامل بالإكثار من تناول اللوز أثناء فترة الحمل يقوم اللوز بتقوية الذاكرة لدى الأطفال لذلك ننصح الأهالي بإطعام اللوز لأطفالهم أثناء فترة الامتحانات لزيادة التركيز لديهم يمنح اللوز فوائد عظيمة للجسم وبشكل خاص للشعر للبشرة فهو يعطي الشعر القوة ويحميه من التساقط كما يعطي البشرة نظارة وإشراقا وذلك لغناه بفيتامين إي كذلك يساهم اللوز في التخلص من آثار الحروق المؤذية مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته